النفط ثروة العراق التي حولها نظام ما بعد عام 2003 إلى وبال على البلد عبر الاقتصار على وارداته وإهمال وتخريب القطاعات الأخرى من جانب ومن جانب آخر بعمليات الفساد التي اتخذت أشكالاً ووسائل متعددة على مدى 18 عاماً السلطات الحكومية أجرت ما بين عامي 2009 و2018 خمس جولات تراخيص لحقول النفط والغاز شاركت فيها شركات عالمية لم تخل من أوجه فساد إذ يؤكد مجلس الأمناء في هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق أن البلد يمتلك 73 حقل للنفط والغاز موزعة بين خمس شركات نفط حكومية تتولى مسؤولية تطوير حقول النفط والغاز في المحافظات التي تعمل فيها وأوضح أن أبرز شبهات الفساد التي تشوب جولات التراخيص هو عدم نشر العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات العالمية معتبراً أن تعمد عدم تطوير الشركات الوطنية هو أحد أوجه الفساد لأن بناء قدرات هذه الشركات سيوفر الأموال والوظائف بدلاً من الكوارث المالية التي تطال ثروات العراق نهيك عن الفساد في مبالغ المنافع الاجتماعية التي تصل إلى خمسة ملايين دولار سنوياً لكل عقد وكانت السلطات البريطانية قد قضت قبل أيام بسجن رابع مسؤول تنفيذي بعد إدانته برشوة مسؤولين حكوميين في العراق لنيل عقود نفطية وذلك في سياق العقود الوهمية التي يبرمها مسؤولون في بغداد مع شركات أجنبية بعضها غير مسجلة بشكل رسمي في العراق ولا توجد إحصائية محددة لحجم الفساد الذي ينخر القطاع النفطي لكن وزارة المالية كانت قد أعلنت أن حجم الهدر والفساد في موازنات الدولة التي تعتمد على النفط بشكل شبه كامل بين عامي 2004 و2020 بلغ نحو خمسمائة مليار دولار بينما تحدثت العديد من المصادر الرسمية أن شخصيات نافذة كان لها دور في عمليات الفساد الواضحة وبالتالي فمن الصعب التعويل على أي إجراءات تقدمها الحكومة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين الذين يدعون أنهم يديرون دولة